السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة المدارس التجارية شعبة قانون أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا في بيتنا مدرسة في التلفزيون المصري مازلنا مستمرين في الحلقات بتوعتنا اللي بنسميها الحلقات الإسرائيل المنهجية بنتكلم فيها عن المواد اللي انتم المفترض ان شاء الله تدرسوها لما تدخلوا شعبة قانون في الحلقة اللي فاتت كنت اتكلمت عن مادة القانون المدني ومش شرحنا طبعا ولكن كنا فسرنا وقدمنا لكم ايه محتوى مادة القانون المدني العقود وأنواعها وكل ما هو متعالج بالعقود التلاتة اللي انت هتدرسون في سنة ثلاثة ان شاء الله وهو عقد البيع وعقد الإيجار وعقد التأمين النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن مادة جديدة من المواد المقررة علينا في سنة ثلاثة زي ما قلتلكم قبل كده ان احنا عندنا ست مواد اللي هو القانون المدني قانون المرافعات قانون الإجراءات الجنائية قانون الأحوال الشخصية قانون اللوائح المالية والإدارية وقانون العكوبات النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن مادة قانون العكوبات مادة قانون العكوبات عبارة عن حصتين أسبوعيا بتدرس ممكن حصة وحصة أو الحصتين وعلى بعض مش هتفرق والموضوع بتاعه بيتكلم عن جرائم أمن الدولة وجرائم الأموال جرائم اللي تقع من الموظفين أو عليهم أو جرائم النفس أو جرائم الاقتصادية ولو حبنا نفسر شوية الجرائم أو الموضوعات اللي احنا هندرسها في سنة ثالثة ايبقى على النحو التالي رقم واحد الجرائم التي دور المصلحة العامة زي جرائم أمن الدولة كلمة مصلحة عامة يعني المصلحة العامة للمجتمع أو للدولة ما فيه مصلحة عامة ومصلحة خاصة لما اتكلم على مصلحتي أنا شخصين دي اسمها مصلحة خاصة لما اتكلم عن مصلحة تخص جماعة أو تخص جهة أو تخص الدولة دي اسمها مصلحة عامة فالجرامة التي تدور المصلحة العامة زي جرام أمن الدولة، جرام الأموال العامة، الجرام الاقتصادية، جرام الأموال العامة زي الرشوة والاختلاص والاستلاء والغدر والترابل كل هذه الجرائم مقررة عليكم ومن المفترض إن شاء الله هتدرسوها بإذن الله في سنة ثلاثة وفيه جرام اسمها جرام الأموال هي الأموال الخاصة بقى زي السرقة والنصب وخيانة الأمانة كل الجرام ديتها هنعرج عليها كده سريعاً وإحنا شغالين إن شاء الله النهاردة فيه جرام اسمها جرائم الأشخاص، جرائم الأشخاص يعني متعلقة بالأشخاص سواء تقع عليهم أو منهم جرائم الأشخاص زي أهانة الموظفين ورجال الضبط والمحاكم التعدي على الموظفين استعمال القصوة، القتل والضرب، الجرح والسب والقصف هنا دي بعيده خالص عن الأموال فعشان كده بنسميها جرائم الأشخاص منهج الدراسة في هذه المادة، مادة العقوبات المنظمة أنا بعتبر إن المادة دي من أسهل أو من أجمل المواد اللي ممكن تذكرها لأنها بتبقى عبارة عن مواضيع مقررة الطريقة يعني مقررة الطريقة بنبدأ دايماً في المادة دي بتعريف الجريمة وبعد كده بنخش على أركان الجريمة اللي هم التلات أركان اللي احنا عارفينهم من الركن المادي وركن الشرع وركن المعنوي بعض الجرائم بتحتاج إلى ركن خاص زي جرائم الرشوة مثلاً بتحتاج إنه يكون الجاني موظف عام زي ما نتكلم دلوقتي إن شاء الله يعني تقسيم الجرائم من حس النوعية تعريف الجريمة وأركان الجريمة والعقوبة على الجريمة دايماً بنختم كده في المنج بتاعنا في العقوبات إن إحنا نقول العقوبة العقوبة دي بتبقى أخر حاجة بعد التعريف والأركان بنقول العقوبة على الجريمة ما يميز بعض الجرائم من أركان معينة زي صفة الجاني في جرائم الأموال العامة إن جرائم الأموال العامة غالباً بيبقى الجاني بيكون صفته موظف عام زي جريمة الرشوة والاختلاص والاستلاء والغدر والتربع هندي مثال على جرائم الأموال العامة عندي جريمة اسمها جريمة الرشوة طبعاً مش أشرح جريمة الرشوة كلها لإن إحنا مش النهاردة مش في مجال الشرح إحنا قلنا إن إحنا بنقدم لكم نابزة عن المواد بتاعتكم فلو هنبدأ نشرح يبقى مش هنخلص طبعاً الكلام ده كله يبقى الطرف الأولاني عندنا في جريمة الرشوة وهو المرتاشي وهو الموظف العام ومن في حكمه فقلت ليس بالضرورة أن كل موظف عام طبعاً مرتاشي لكن هو القانون بيشترط في المرتاشي في جريمة الرشوة أن يكون موظف عام وخذوا بالكم من كلمة ومن في حكمه عشان هنتكلم عنها بالتفصيل لأن القانون توسع شوية في صفة أو تعريف الموظف العام خلافاً على التعريف اللي موجود في القانون الإداري قانون الإداري بعرف الموظف العام تعريف معين لكن القانون العقوبات أضاف بعض الفئات اللي هي تعتبر موظف عام حماية للمال العام ليس أكثر أما الطرف الثاني في جريمة الرشوة اللي هو الراش ما هو المرتاشي ده لازم له راشي اللي هو هل يدي له الرشوة فالراشي هو صاحب المصلحة صاحب المصلحة يعني اللي يعرض الرشوة أو يدفعها أو اللي تتلب منه ويوفق أنه هو يدفعها يبقى كده عندي كم طرف في جريمة الرشوة طرفين المرتاشي والراشي عرفنا من المرتاشي لازم يتوافر في صفة موظف عام المرتاشي اللي هو صاحب المصلح يعني مثلا أنا رايح أطلع ورقة من جهة حكومية فمستعجل شوية فلو عرضت أي مقابل مادي على الموظف مقابل أنه يخلص لي شغلي أسرع من حد تاني أو أني مثلا موظف الورق بتاعي ناقص فدته حاجة عشان يخلص لي اللي أنا عايزه بالرغم من الورق ناقص وهكذا أنا هنا اسمي صاحب مصلحة يما بعرض الرشوة أو الموظفة اللي بطلب مني الرشو الغرض من الرشوة إيه يعني أنا ليه كشخص ليه مصلحة بدفع الرشوة أنا عندي أربع أغراض من الرشوة والقانون حددهم أني لازم تتوافر حالة من هذه الحالات حتى نقول أني إحنا في حالة جريمة رشوة جناية رشو أنا بقول جناية عشان إحنا عارفين أن الجرائم زي ما كدنا في سنة تانية جنايات جنح مخالفات الجنايات اللي هي أكبر الجرائم اللي هي بتبع عقوبتها إعدام وسجن بأنواع مختلفة الجنح اللي هي أقل شوية زي السير أو النصب بتبع عقوبتها الحبس والغرامة المخالفات اللي هي أقل أقل اللي هي بتبع عقوبتها الغرامة فقط لا شيء المهم المهم أول غرض عندي من أغراض جريمة الرشوة هو أداء الموظف عملا يدخل في اختصاصه يعني إيه أنا رحت أطلع الرخصة والورق بتاعي مظبوط وكل حاجة بس مش عايز أنتظر الدور بتاعي فروحت عارض للموظف أو الموظف طلب مقابل عشان ما انتظرش الدور فلو أخذ هذا المقابل وهو العمل ده في اختصاصه يبقى هذا المقابل يعتبر رشو الغرض الثاني امتناع الموظف عن عمل من أعمال وظيفتي هنا بقى العكس يعني العكس المفروض الموظف يعمل عمل معين حسب اختصاصه بس أنا بقع عارض عليه أو هو بيطلب أو هو بيقبل الرشوة مقابل أنه يمتنع هدي مثال على كده مثلا نفترض أن أنا خلفت أشارة المرور فالمفترض المفترض أن رجل المرور بيعمل لي بيحرر لي مخالفة المفروض أدفع المخالفة ديت أو تتسجل علي فإذا أنا عرضت عليه أو هو طلب مني مقابل أنه ما يحررش هنا يمتنع بقى أو ما يحررش المخالفة يبقى هنا ده يعتبر برضو رشوة يبقى المثال الأولاني أداء الموظف عملا يدخل في اختصاصه المثال الثاني أنه يمتنع بقى يعني كان المفروض يعمل عمل معين فأنا بدي له رشوة مقابل أنه يمتنع عن هذا العمل الغرض الثالث عندنا الإخلال بواجبات الوظيفة مثال بسيط جدا على الإخلال بواجبات الوظيفة نفترض أن فيه مأمور ضرايب راح يقدر ضرايب على جهة ما فالضرايب مبلغ كبير فصاحب هذا المكان يعرض عليه رشوة مقابل تخفيض هذا المبلغ هنا بقى لها يمتنع ولا هيعمل لا ده هنا بيخلي بواجبات وظيفته أنه هيقدر ضريبة أقال من الكلة المفترض عليه مقابل رشوة هنا اللي هيخذه ده يعتبر رشوة لأنه أخل بواجبات وظيفته الغرض الرابع أداء الموظف العمل ويعتقد خطأا أو يزعم يعني هو فهم غلط أنه ده عمله أو يزعم أنه عمله وعرف أنه مش عمله المهم أداء الموظف العمل ويعتقد خطأا أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو الامتناع عن ذلك العمل يعني يجي كده يوهمني يقول لي ده أنا اللي شغل في الحتة الفلانية وقدر أخلص لك يزعم كده بقى يعني بيجدب يعني وهكذا فتدي له فلوس عشان يعمل الكلام ده رشوة بس برضو لازم يكون موظف عام أو هو ياخد الرشوة مقابل أنه يؤدي العمل هو أصلا مش عمله وهو فهم غلط أنه ده عمله ده برضو تعطبها الرشوة إذن يا أولادي بقى عندي كده أربع أغراض للرشوة مهمين جدا في المنهج بتاعنا الموظف العام قبل ما أتكلم عن الموظف العام هو الغرض من تجريم الرشوة هو حماية المال العام وحماية الوظيفة العام المفترض المفترض أن الموظف العام هنا بيمثل الدولة وبيمثل الوظيفة فبالتالي كرامة الوظيفة من كرامة الموظف فبالتالي الموظف إذا أخل إذا أخل بهذه الكرامة عن طريق أنه لجأ إلى الرشوة أو الاقتلاس أو الغدر أو التربح أو الاستلاء هنا فأسأل الوظيفة العامة كلها فالدولة أو القانون لما بيجرم هذه الجريمة هو يقصد أولا حماية الوظيفة العامة وحماية المال العام ويمنع كل من تسول لها نفسه أنه يفكر في أنه يرتكب مثل هذه الجرائم يبقى ده الغرض من الرشوة أنت حضرتك موظف عام بتاخد مرتب شهري مقابل هذا العمل أنت لا تتاجر أنت لا تتاجر إحنا عارفين في سنة أولى أن الموظف العام لا يكتسب صفة التاجر فأنت لا تتاجر بوظيفتك أنت وظيفتك دي لما جيت تتعين تعرفت أن مرتبك كذا وبتشتغل ده اختصاصك وشغلك من كذا لكذا عجبك بتشتغل ما عجبكش بتسيبها لكن ما تتاجرش من وراها أنك تستفيد من وراها بأشعك لمن الأشكال اللي هم الخمس جرائم اللي مقررين عليكم الليقولهم دايما وأبدا رشوة اختلاص استلاء غدر تربح هل دول كل جرائم الأموال العامة لا طبعا جرائم الأموال العامة كتير جدا لكن مش هنجيب كل الجرائم لكن احنا فقط بنشرح الجرائم الأكثر شيوعا والأكثر أهمية طيب وأنا بتكلم قلت موظف عام موظف عام يهمني جدا أن أنا أعرف الموظف العام وبعدين من في حكم يبقى أنا أهمني أعرف الموظف العام اللي هو الأساس خالص ومن في حكم اللي هو العناصر التانية اللي القانون دخلها علشان يحمي برضه المال العام الموظف العام تعريفه هو الشخص الذي يقوم بصفة قانونية بصفة قانونية يعني تعين في هذا المكان بشكل قانوني بعمل دائم ويكون بعمل دائم ما يكونش بشكل مؤقت في خدمة مرفق عام مرفق عام هي المرافق المملوكة للدولة أو التي تدار بوسيطة الدولة يعني مش شرط مملوكة للدولة بس هي المملوكة للدولة أو التي تدار بوسيطة الدولة تديره الحكومة المركزية الحكومة المركزية لها الحكومة اللي بتبقى في العاصمة لها الوزارات أو السلطات الإدارية اللي لا مركزية لها المحافظات والأحياء يبقى أنا عندي نوعين من الحكم حكم مركزي للحكومة اللي في العاصمة وسلطات لا إدارية أو الإدارية اللي لا مركزية اللي هي بنسميها المحليات بالطريق المباشر ونصة المادة 111 عقوبات على بعض الفئات هنا نخش بقى على من في حكمه عشان نبقى عارفين على بعض الفئات واعتبرتهم في حكم الموظفين العمامين زي ما قلت من شوية قانون العقوبات توسع في تعريف الموظف العام شان ما حدش يستغل مكانه أو منصبه أو حصنته في أنه يتحصل على مال خاص بيه مما يعد هنا بقى يعد رشوة في الحالة دي هنعتبره كأنه موظف عام بالرغم أنه مش موظف عام مين هم من في حكم بقى الموظف العام واحد المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوع تحت رقاباته هو مش موظف عام هو مستخدم في الحكومة إذا استغل مكانه دوت أنه يقوله بيمشي الأمور وياخد من ده ويخد من ده ويحط في جيبه عشان يخلص مصالح أو أو هنا نقول لا إحنا في الحالة دي مش هنعتبرك مستخدم هنعتبرك موظف عام واللي أنت عملته ده حضرتك يعتبر جريمة رشو العنصر التاني أو النوع التاني ومن هو في حكم الموظف العام أعضاء المجال السنيابية العامة أو المحلية يعني أعضاء مجلس النواب أعضاء مجلس الشورى أعضاء المحليات اللي هي المحافظات والقرى والمدن دولت برد نفس الكلام هم مش موظفين عموميين ولكن في الحالة ديت إذا قام أحدهم باستغلال حصناته أو منصبه وتحصل على الأموال مقابل أنه يقوم بأداء عمل أو بتسهيل أو بتقديم خدمة لأحد الأشخاص هذه الأموال تعد رشوة في قانون العقوبات على الرغم أنه مش موظف عام العنصر الثالث المحكمون والخبراء المحكمون زي ما هتاخدوا في المرافعات هم جهة بعيدة عن القضاء ولكن مسموح لهم بالتحكيم وإصدار أحكام وإصدار أحكام لها قوة الأحكام القضائية والخبراء هم أشخاص لهم خبرة فنية في مجال معين يلجأ إليهم في حالة المشورة أو الاحتياج إلى رأي فني في مجال معين فإذا الخبير أو المحكم تحصل على مال وكلمة مال مش يعني نقود مال كلمة واسعة جدا بتشمل كل ما يمكن تقييمه بالنقود يعني ممكن يكون منقول أو عقار أو يكون أي تقدمة أخر فالمحكم أو الخبير إذا تحصل على مال مقابل أداء عمل أو الامتناع عن عمل أو قيام بأي شيء أو فيه بيقدم خدمة لأحد الأشخاص في هذه الحالة هنعتبرك أنه موظف عام فيما يتعلق فقط بجريمة الرشو العنصر الرابع أو الطرف الرابع المكلفون بخدمة عامة من ليس لهم خدمة عسكرية أو البنات كانت الدولة بعد ما بيخلص الدراسة بتاعته بيتكلفوا بخدمة عامة مثلا لمدة عام فيروح أي جهة حكومية أو جهة محلية يشتغل لمدة عام في هذه السنة هو ليس موظف عام لأنه يشتغل بشكل مؤقت احنا شفنا في التعريف بتاع الموظف العام قلنا بشكل دائم هنا ده بشكل مؤقت لمدة سنة خدمة عامة للدولة وبعد كده متشكلين لكن لكن إذا استغل مكانه في هذه الفترة اللي هي السنة ديت مثلا على سبيل المثال ويتحصل على أموال خاصة لمقابل أنه يقدم خدمة فهذه هنعتبره كأنه في حكم الموظف العام خامس حاجة وآخر حاجة في من هم في حكم الموظف العام العام يلون بالقطاع العام والقطاع العام احنا مش في مجال شرحه دلوقتي لكن هو يعني ما بين الحكومة والقطاع الخاص هو قطاع مملك للدولة زي الشركات زي الشركات المملكة للدولة دي بنعتبرها قطاع عام القانون القانون لم يتوقف فقط على رشوة الموظف العام اللي هو صفة المرتشي ولم يتوقف فقط على من في حكم ولكن توسع في حاجتين تانية وهي رشوة الأطباء ورشوة الشهود الزور الأطباء نفترض أن في أحد الأطباء ليه عيادته الخاصة لجأ إليه أحد الأشخاص طلب منه أن هو يعمله تقرير مزور مزور غير حقيقي هذا التقرير عن مرض أععاها أو وفاء فالطبيب قال له هتدفع كذا قال له ماشي في الحالة دي بالرغم أن الطبيب ليس موظف عام وأن الطبيب في مجاله الخاص هنا هنعتبر دية رشوة القانون اعتبرها رشوة بالرغم أن الطبيب ليس موظف عام هنا عشان نقول أن الطبيب تحصل على رشوة وبالرغم أنه ليس موظف عام لابد من توفر شرطين الشرط الأولاني أن يكون الغرض إعطاء شهادة أو بيان مزور مزور يعني غير حقيقي لو حقيقي خلاص شكرا ده شغلك وأنه محدش يقدر يكلمك الشرط الثاني أن يكون البيان ده أو الشهادة دي المزورة بشأن حمل أو مرض أو عاها أو وفاء إذا تحقق الشرطين دول اعتبرنا هنا أن الطبيب ارتكب جريمة رشوة برضو فيه شهادة اللي هو الزور يعني قبل ما نخش في عقوبة الرشوة الشهادة الزور يعني إذا لجأ أحد الأشخاص ليشهد يشهد أمام القضاء أمام المحكمة يعني لازم يكون أمام جهة قضائيا زورا زورا يعني كذبا وبهتانا ليس حقيقيا في واقعة معينة فقال له خلاص هاشهد مقابل تديني كذا أو التاني يقول له تعالى هاشهد وهديك كذا المقابل ده أن يعتبره الرشوة بالرغم هنا أن الشاهد لازم موظفا عاما ممكن يكون عديم العمل أصلا ولكن هو تحصل على مال هنا هنعتبر ده رشوة هنا برضو القانون بيتوسع أكتر حماية للحقوق هنا بقى مش نقول بقى حماية للمال العام المال العام لو يتعلق بالموظفة العام أكثر هنا حماية للحقوق فقط وتخويف الناس لأنه ممكن تكون عقوبة الشهادة الزور قليلة ممكن ممكن وممكن تكون أعلى طب هنا حد يسأل في الحالة دي هو ارتكب جريمتين جريمة رشوة وجريمة شهادة الزور هتأخذ أي عقوبة القانون بيقول يأخذ الأشد لتخويفه أو ترهيبه لأنه يكون بهذا العمل يعني ممكن لو الشهادة الزور عقوبتها الحبس لا هنا هندي له عقوبة الرشوة اللي هو السجن أو السجن المؤبد لو العكس صحيحي بنتبق عقوبة الشهادة الزور لو عقوبتها أعلى لأن عقوبة الشهادة الزور حسب هو شاهد بإيه هذا المزور طيب الرشوة عقوبتها إيه إحنا خذنا في سنة تانية إن العقوبات تنقسم إلى ثلاثة أنواع من حيث الطبيعة عقوبة أصلية وعقوبة تبعية وعقوبة تكملية في إحنا برضو لما نتكلم عن عقوبة الرشوة هنتكلم عن الثلاث أنواع دول اللي هي العقوبة الأصلية والعقوبة التبعية والعقوبة التكملية العقوبة الأصلية زي ما احنا شايفين السجن المؤبد ويجوز النزول إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف المخففة إلى السجن يعني الأصل الأصل السجن المؤبد طيب في ظرف مخفف يراه القادي ممكن ينزل بالعقوبة من السجن المؤبد إلى السجن ثانيا العقوبة التكملية لابد أن يحكم بها القادي حتى تنفذ يعني العقوبة التكملية لا تنفذ إلا إذا حكم بها القادي النوع الثالث من العقوبات على جريمة الرشوة هي الغرامة النسبية دي بيعاقب المرتشق بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيدها لما أعتق وعدها أنا أتكلم فيها شوية يعني غرامة نسبية القانون لما يحط حد أدنى للغرامة دي اسمها غرامة نسبية في جريمة الرشوة القانون عمل حد أدنى للغرامة خليها لما تقلش عن ألف جنيه حتى لو أخذ مئة جنيه رشوة حتى لو أخذ مئة جنيه رشوة حتى لو خدكم سمية حتى لو خدكم سمية يبقى حد أدنى للغرام ألف جنيه طب كامل النص يقولك إيه ولا تزير على ما أعطي أو أعدى به هنا في الحالة دي لو الرشو أكتر من ألف جنيه مثلا خد خمس تلاف جنيه يبقى يدفع خمس تلاف جنيه خد مليون جنيه يبقى يدفع مليون جنيه خد ميت جنيه يدفع الألف جنيه لشان كده اسمها نسبية ما تقلش عن نسبة الألف جنيه وما تزيدش يعني اللي هو خده يعني لو خد عشر تلاف جنيه رشو ما تفعش عشرين لا يدفع لعشر تلاف بس أو حسب ما يرى القاضي وعندي كمان حاجة اسمها المصادرة المصادرة هنا بتبقى هذه العقوبة موجهة أكتا للراش لأن دي بتبقى أموال الراش بيتم مصادرة ما يقدمه الراشي أو الوسيط الراشي اللي هو قلنا ليه مصلحة وما المين الوسيط اللي هو المعرفة اللي هو عارف الطرفين بس الطرفين ما يعرفوش بعد وده طبعا دوره خطير جدا يعني أنا مثلا أفترض ليه مصلحة فجاة حكومية بس ما عرفش حد هناك فييجي واحد قريبي أو ما عرفت يقول لي بس ده أنا أعرف فلان هناك ويخلص لك الدنيا لولا هو لولا هو ما كانش هتتم جريمة الراش لأنه هو اللي عرفني بالموظف المرتاش فبالتالي دي جريمة آه جريمة ومستقلة اسمها جريمة الوسيط طيب آخر حاجة لهي العقوبة التبعية توقع بقوة القانون وهي العزلة بانها دي مش محتاجة حكم القاضي العقوبة التكملية محتاجة حكم القاضي لكن العقوبة التبعية توقع بقوة القانون هي العزل عزل مين؟ عزل الموظف من الوظيفة العام عندي نوع تاني نوع تاني من الجرائم الأموال العام هي جريمة اختلاس المال العام آه احنا يعني تعمقنا شواء في جريمة الرشوة فمشانا نتعمق أكتر في جريمة اختلاس المال العام لتشابه بعض الأمور بعض الأمور متشابهة فأجيب فقط الحاجات اللي هي مختلفة جريمة اختلاس المال العام تعرفها كل موظف عام برضو شوفوا اول حاجة بدأنا بكلمة ايه موظف عام ان شاء لتلكوا في الخمس جرائم لابد من توفر صفة الموظف العام كل موظف عام اختلس اموالا اختلس يعني استولى على الحيازة القانونية للشيء تمام اختلس اموالا او اوراقا او غيرها هنا الاختلاص مش شرط فلوس الاختلاص قد يكون اموال او اوراق ممكن الاوراق دي تليها قيمة اكتر من الفلوس نفسها اموالا او اوراقا او غيرها هنا القانون توسع قالك او غيرها وجدت في حيازاته بسبب وظيفته يعني المال ده كان في حيازته بسبب وظيفته زي مثلا الصراف الصراف بيتحصل على رسوم الرسوم دي معه مش عشان هو سين من الناس او صد لا ده هو عشان هو دي وظيفته هو صراف وبيتحصل الاموال دي ويورده لخزينة الدولة وكذا يبقى هنا الاموال دي في حيازته مش ملكه لا عشان دي وظيفته فعشان كده بنسميها حيازة ناقص حيازة ناقص يعني يعني حوزة ولكن لا يقدر يتصرف فيه عشان فيه حاجة اسمها حيازة كاملة زي كل شيء انت تملكه في ايدك تبع حيازة كاملة تقدر تعمل فيه انت عايزه عشان تملكه يبقى المالك هو الحيازة الكاملة لكن اي حد تاني في حيازته شيء ولكن لا يسميلكه فدي بدل تسميها حيازة ناقص المهم وجدت في حيازاتي بسبب وظيفاته يعاقب بالسجن المؤقت وتشدد العقوبة الى سجن مؤبت في احوال سنبيانة فيما بعد يبقى هنا القانون حدد حالات معينة هنشدد فيها العقوبة يبقى العقوبة هنا بتاعت جريبة الاختلاص مش عقوبة واحدة طيب ايه يا مصر حالات تجديد العقوبة ممكن توصل بقى للمؤبت اول حالة عندنا تشدد العقوبة اذا اقترنت بتزوير او استعمال محرر مزور ده هنا عمل جنيته يعني هو اختلس وزور عشان يداري اللي هو اختلسه يعني هنا عشان كده العقوبة هتشدد يعني مش اختلس وخلاص لا ده اختلس وبيدار لانه ممكن لم يتم اكتشافه اذا تم اكتشاف هذا التزوير واكتشاف الاختلاص يبقى اكتسب او ارتكب جريمتين او جنيتين يبقى العقوبة تشد الحالة التانية من حالات التجديد اذا كان الجاني اللي هو الموظف العامل المرتاشي من احد هذه الطواف او احد هذه الوظائف لما مين واحد مأمور التحصيل مأمور التحصيل ده تلوه بيحصل الاموال سواء من المواطنين او غيرهم زي مثلا المحصل بتاع النور وهكذا خلاص مندوب التحصيل لا مندوب التحصيل هو زي محصل النور مأمور التحصيل هو رئيسه الامين على وداع او الامين على خزنة او الامين على مغزن ده اسمه امين على وداع اربعة الصراب هنلاحظ ان الاربعة طواف دول تعاملهم بشكل مباشر في الاموال كتير والشيطان ممكن يسر لهم سهولة التحصيل عزي الاموال فعلى طول على طول بيتعاملوا في اموال وعلى طول على طول كل يوم في قدوم اموال جديدة فنخوفهم فنشدد لهم العقوبة قبل كده قلت في حلقات سابقة ان كلما كانت الجريمة اسهل كلما كانت العقوبة اشد فان هو اريد الفلوس في جيبه لا يفتح خزنة ولا هيكسر ولا حاجة لا ده الفلوس معاه بس طبعا حازنة قصة عشان بس ما ننساش في الحالة دي تقول لا اخد بالك انت هنا اختلاصك يختلف انت هنا هتاخد مؤقت مش هتاخد سجن مؤقت طيب الحالة التالتة اللي هنتشدد فيها جريمة الاختلاص اختلاص ملي العام اذا ارتكب الجريمة زمن الحرب يعني في وقت الحرب وادت الى ضرر البلاد اقتصادية يعني انت يا البعيد شايف البلد بتحارب وكل يعني دخل الدولة موجهة للحرب وزروف الاقتصادية وزمن حرب وبعدين تختلص انت تختلص اموال الدولة نقول لا ده انت كده انسان ليس عندك انتماء انت كده انسان فيك حاجة مش مظبوطة يبقى لا لازم نشدد العقوبة بتاعتك ومش هتبقى سجن مؤقت هتبقى سجن مؤبد عندي جريمة تانية اسمها التربح احنا قلنا حندنا خمس جرائم رشوة اختلاص استلاء غدر تربح مش هنتكلم عنهم طبعا كلهم عشان يبقى فيه وقت ان احنا هنتكلم عن بقية الانواع لانواع الجرائم كتير جدا المقررة عليكم السنة دي في سنة تالتة ممكن في حدود 40 جريمة طيب ايه هو التربح علة التجريم يعني علة يعني سبب علة التجريم ترجع في آلة التجريم في جريمة التربح الى رغبة المشرع المشرع يعني اللي بيحط القانون اللي هو الجاء اللي بتشرع سلطة التشريع يعني في حماية المصلحة العامة فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التي قد يستهدفها الموظف العام لنفسه او لغيريه خدوا بالك يعني ممكن يكون التربح لي او لغيري ومن المصلحة العامة المكلف بالعمل من اجلها ورعاية فيه مثال ده من كنت بقوله ان كان فيه في احد الافلام المصري القديمة مدرس تربية موسيقية يعمل في مدرسة حكومية وكان بالليل بياخد الاجهزة الموسيقية الخاصة بالمدرسة ويشتغل بها في احد الافراح خدوا بالكم مثال ده هنا الاجهزة الموسيقية اللي هو الكورديون والطابلة والجيتار والكلام ده كله مملوكة المين؟ مملوكة للدولة هنا الموظف بيستغلها عشان يحصل ربح نفسه في احد الافراح فبالتالي هنا ده اسمه التربح التربح هنا انه بيفضل مصلحته على المصلحة العامة طبعا هنا لما يستخدم مزيل اجهزة للمصلحة الخاصة هيؤدي الى اتلافها اسرع هيؤدي ان هو يبقى مصلحته مقدمة على مصلحة الجيل الحكومية يعني خلاص مش يقدر يستخدم بقى الاجهزة الموسيقية الصبح في المدرسة عشان يوفرها للفرح بتاعه بالليل وكان في نفس الفيلم في نفس الفيلم كان النظر لما اكتشفه بقى يروح معاه فالنظر ايه؟ بدأ وكمان يتربح فهدي بقى لنفسه او لغير لنفسه او لغير هو ده التربح ان هو بيستغل ادوات العمل المملوكة للدولة لمصلحة خاصة او مثلا احد الاشخاص يعمل بالدولة ومع عربية مملوكة للدولة المفروض ان هي مخصصة لخدمة العمل اللي هو المكلف به ايه استغلها لنفسه ان هو يتحصل على مال ان هو يركب احد الاشخاص لحسابه وكده وباموال ده اسمه تربح ده اسمه ايه؟ تربح الركن المادي في جريمة التربح ليه صورتين انا قلتهم بس انفسرهم الصورة الاولى حصول الجاني لنفسه على ربح او منفعة او محاولاته ذلك دون حق زي المثال اللي انا قلت نهو هنا لما بيستخدم الاجهزة الموسيقية او الالات الموسيقية بيحصل على ربح لنفسه بس طبعا بدون وجه حق لانه مش من حق الصورة التانية حصول الجاني لغيره لو زي الناظر كده ما قلت لكم لغيره على ربح او منفعة او محاولته ذلك لبا اذا مجرد المحاولة لو بسطه في الصورتين اني بولك او محاولته ذلك مجرد المحاولة تقع الجريمة يعني لا يشترط لا يشترط وقوع الجريمة بس مجرد المحاولة تقع الجريمة هنخش على نوع تاني من الجرائم اسمها جرائم النفس النوع اللي خلص ده اسمه جرائم الاموال العامة كله بتكلم في الاموال العامة جرائم النفس اللي هي متعلقة بالنفس الانسانية وأكبر جريمة متعلقة بالنفس هي جرائم القتل برضو مش هنتكلم عنها بتفصيل زيادة ولا تفسير هنتكلم برضو في النقاط العامة ورئيسية ايه هو القتل القتل هو إزهاق روح إنسان حي بفعل إنسان آخر وقد يكون عمدي أو غير عمدي يبقى هنا جريمة القتل لابد أن يكون عندي طرفين القاتل والمقتول يعني لو واحد راح ينتحر ومد مش جريمة قتل لا ده اسمه انتحار يبقى أنا القتل هو إزهاق روح إنسان حي ولازم يكون إنسان حي بفعل إنسان آخر وقد يكون عمدي أو غير عمدي فيه قتل عمدي إنه هو القصد والنية إنه أنا قصد إنه أنا مثلا أضرب نار وعايز أقتله ده اسمه قتل عمدي قتل غير عمدي إنه أنا وقف الفرح بضرب نار ومش عايز أزي حد بس يتلقى جات في حد قتلته يبقى اسمه قتل إيه غير عمدي طيب الأحكام العامة في جرام القتل أحكام عامة يعني أحكام دي تنطبق على كل أنواع القتل لأن القتل أنواع قتل عمدي بسيط قتل عمدي مشدد وقتل عمدي مخفف وقتل عمدي خطأ هنشوف كده الأحكام العامة رقم واحد أو ركن الأول محل جريمة القتل بتفترض جريمة القتل إنه يكون المجن عليه إنسان على قيد الحياة فده معنى إيه؟ إن أنا لو ضربت نار على واحد ميت وأنا حتى لو كنت أظن أنه هو حي هذه لا تعتبر جريمة قتل لأنه هنا هو أصلا بالفعل ميت لأنه في تعريف الأتل إزهاق روح يعني أنا اللي طلعت روحه خلاص لكن هو ميت لا يا دي برضو جريمة على فكر بس مش جريمة قتل النقطة الثانية أو الركن الثاني الركن المادي في القتل هو فعل الاعتداء الذي يترتب عليه وفاة المجن عليه فعلا الاعتداء ده هو السلوك اللي بيقوم بيه الجاني في ارتكاب جريمته يعني ارتكابها إزاي؟ استخدم سلاح ناري استخدم ألا حد استخدم سكين استخدم السم استخدم الحبل زقه من فوق مكان مرتفع أي طريقة أي طريقة ضربوا بألا حد أتلوا كل هذه الطرق هي بنسميها السلوك الإجرامي اللي ترتب عليه في الوفاء الركن المادي للقتل بيتكون من ثلاث عناصر إحنا خذنا في سنة تانية إن الركن المادي أعباره عن ثلاث عناصر سلوك نتيجة علاقة سببية سلوك نتيجة علاقة سببية طب ما نطبق ده على الأتل نطبق أولا النشاط الإجرامي اللي هو فعل الاعتداء على الحياة ولسه قال من شوية اللي هو السلوك اللي الجاني بيرتكب بيه الجريم زي بقولك كده بمسك مسدس واضرب نر على أحد الأشخاص هو ده اسمه السلوك خلاص ثانيا في حاجة اسمها القتل بالترك أو الامتناع قبل ما تكلم عن ثانية يعني إيه القتل بالترك أو الامتناع القانون أحيانا بيفرض على بعض الناس أنه ينقذ حد معين القانون بيفرض على بعض الناس بصفة معينة أنه يقوم بإنقاذ حياة إنسان معين مش كل الناس بقى الناس معينة زي الطبيب لو الطبيب راح له شخص مصاب بطل قناري أو شخص عنده أي مرض أو أي حاجة إذا الطبيب امتنع أو تركه عشان كده اسمها قتل بالترك أو الامتناع الطبيب امتنع أو تركه حتى مات هنا الطبيب يسأل عن قتل عمد قتل عمد بالترك أو الامتناع بالرغم أنه مش الطبيب هو اللي ضرب عليه نار أو منش أن الطبيب هو اللي إداله سم أو مش الطبيب هو اللي وجهه له فعل القتل خالص خالص لكن هنا القانون بيلزم الطبيب أنه ينقذه طب هو أنقذه سابه أهمله عن قصد هنا يعتبر تكب قتل عمد طيب شخص عادي ماشي في الشارع لاسى طبيبا وغير مكلف بأي شيء وبعدين لقى الشخص بينزف سابه لغاية ما مات هل هذا الشخص يعقب بالترك؟ هو طبعا أخلاقين لا يجوز ولكن هل القانون؟ لا مش هيعقبه لأن القانون مش بيلزمه بأنه ينقذه يبقى إذن هنا عشان أقول أنه حضرتك ارتكاب تجريمة قتل بالترك أو الامتناع أنه يكون القانون بيلزمك بإنقاذ حياة هذا الشخص الذي توفى طيب نقطة اللي بعد كده هي النتيجة الإجرامية نتيجة الإجرامية إذاق الروح يعني ضربت على النار مات حطيت له سم مات خنقته مات زائته مدور العاشر مات هذه اسمها النتيجة الإجرامية يبقى فيه نشاط وفيه نتيجة يبقى عشان أنا أقول فيه جريمة قتل يكون فيه نشاط ونتيجة يعني ضربت على النار وما ماتش لا يبقى شروع في قتل مش قتل طيب دي ثانية ثالثا علاقة السبابية بين فعل الجاني وإذاق روح المجنة عليه يعني لازم يكون أنه مات بسبب الفعل نفسه مش بسبب آخر بسبب الفعل نفسه يعني مثلا لو ضربت النار على واحد فخاف بتلقى جات في رجليه فجريه هو بيجري حتى عربية ضربته مات وهنا فيه سبب تاني تدخل أتى علاقة السببية هو العربية اللي ضربته مش ضرب النار لأن النار مثلا جات في رجليه جات في جرحته فقط ما كانش سبب آخر أو النار مثلا ضربته في رجليه راح المستشفى والطبيب كان يقدر ينقذه والموضوع كان بسيط الطبيب سابه لجاية منازف ومات هنا تدخل الطبيب بالامتناع اللي احنا كلمنا عنها من شوية بأن الطبيب يقول لي يسأل الشخص الأولاني اللي ضرب نار يسأل عن شروع في قتل بالرغم أن الشخص مات الشخص مات ولكن هنا فيه سبب تدخل قطع علاقة السببية أدى إلى أن الشخص ده مات بسبب آخر اللي هو إهمال أو امتناع الطبيب عن علاقه عندي بعد كده صور القتل العمدي المشدد زي ما قلت لكم شوية أن القتل أنواع كتير جدا قتل عمدي بسيط لو بيحتاج إلى قصد ونية قتل عمدي مشدد ست حالات والقانون بيغلص فيه من العقوبة تصل إلى الإعدام وفيه قتل عمدي مخفف هنتكلم عن الدلواتي صور القتل العمدي المشدد وهقولي الصور بس فقط لغير بدون دخول في تفاصيل كتير لكن هو في المنهج تفاصيلها كتير أول حاجة صبق الإصرار صبق الإصرار يعني أنا عندي نية مبيتة فلان ده لو شفته قتله يبقى أنا هنا عندي مدة زمنية وعندي عقيدة إجرامية ونية إجرامية في وقت ما شوفه قتله شفته روح تقتل ده اسمه صبق إصرار الترصد خدوا بالكو صبق الإصرار حاجة والترصد حاجة تاني الترصد أن أنا أتخفى في مكان ما وأعلم أن هذا الشخص بيمر من هذا المكان ليلة أو في أي وقت وهو يعدي مأمن نفسه خالص ومش فاكر أن في حد منتظره وأنا متخافي محدش شفني خالص وبكل برود أعصاب وبكل هدوء روح تقتل ده اسمه ترصد أني بترصده يعني برأبه بشوفه راح فين وجاي منين واستنيته بكل سهولة ارتكب الجريم عشان كده العقوبة بتبقى الإعدام برضو صبق الإصرار إعدام الحالة الثالثة من حالات القتل العمد المشدد القتل بالسم قتل بالسم يعني برضو ليه بنشدد العقوبة عشان سهل وعشان فيها كانت أمانة يعني انت هنا لا هتجيب حبل ولا هتضرب نار ولا حاجة ده بيحط السم في الأكل أو في المشروب والشخص هو اللي بيتناول وبيموت وأحيانا قد يكون في صعوبة اكتشاف يعني ممكن ما يبانش عليه أنه مات بالسم في حالات معينة طبعا فبالتالي هنا إذا تم اكتشافها زي الجريمة بتصل إلى الإعدام حالة الرابعة من صور القتل العمد المشدد اقتراني القتل بجناية خدوا بالكم من أربعة وخمسة الفرق بينهم بسيط قوي قوي أربعة الأول اقتراني قتل بجناية يعني واحد مثلا قتل وبعدين هو بيقتل ارتكب جناية تانية الجناية تانية دي ممكن تكون راشوة أو ما إلى ذلك هي أنه ارتكب جنايتين فده هو شخص شديد الخطورة فبالتالي انطبق عليه العقوبة الأشد اللي هي الإعدام طيب ارتباط القتل بجناية أو جنع إيه الفرق بين اقتران وارتباط ارتباط هنا أن الشخص علشان يقتل علشان يقتل أو عشان يعمل جريمة صغيرة قتل يعني ده مجنون ده عشان يسرق يقتل يعني مثلا أنا أنا قلت إيه أنا هاخد السلسلة اللي فرقبت فلان ده وهقتله عشان أخده يبقى انت تقتل عشان تاخد سلسلة يبقى ده هنا انت شخصي مش طبيعي انت هنا كده تركبتك الإجرامية شديدة الخطورة على المجتمع فبالتالي لازم العقوبة تاخد حدها الأقصى ده هو الإعدام ده رقم خمسة نمرت ستة القتل الذي يرتكب أثناء الحرب ضد جريح الحرب هو خلاص شخصي جريح وانت خدته أسير عندك ما فيش منه أي خطورة وهو المعاهدات الدولية والقوانات الدولية بتحميه مع عكس ده قد يكون أصلح لكن انت ما تقتلوش تخلي عندك تتفوت به وهكذا يعني فزا انت قتلته هنا تعتبر من الجرائم القتل العمد المشددة اللي القانون بيشدد العقوبة فيها أنا أخد القتل العمد المخفف وفي عمد مخفف أو مخفف إذا توفرت فيه شروط وهي حالة وحيدة في الملاج عندنا وهي من فاجأ زوجته حالة تلبسها بالزنا فقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس يقتلها ويقتل التاني ياخد حبس تعرفين الفرق بين الحبس والسجن كبير السجن ممكن مؤبد الحبس ده من يوم لثلاث سنين فهنا القانون القانون في الحالة دي لما هنفسر دلوقتي ليه خلى العقوبة الحبس لأن أحيانا أحيانا الحبس أو القانون بيدي للقاضي الحق في الحبس يقول الحبس معقف تنفيذ الحبس معقف ايه التنفيذ طبعا دي حاجة ترجع للقاضي حسب كل حالة على حد طب هذه الجريمة للتخفيف حالة الاستفزاز يعني الجاني أو القاتل في الحالة دي تم استفزازه بشكل غير طبيع حالة الاستفزاز الذي يعاني منها الزوج واستفزاز يرجع لمنال من شرفه وشرف أسرته فتصيبه ثورة نفسية تفقد السيطرة عن نفسه احنا عندنا في القانون في سنة تانية كان عندنا حاجة اسمها موانع المسئولية موانع المسئولية الجنائية زي المجنون المجنون ليس عليه أي مسئولية جنائية في الحالة دي هنا القانون افترض افترض أن هذا الشخص الذي تفاجأ خدوا بالكم من كلمة التفاجأة دي يعني ما كانش بيرقابها مثلا تفاجأة بهذا الوضع بهذا الوضع وأن الزوجته دي الشريفة العفيفة بهذا الوضع قدام عينه أي شخص أي شخص طبيعي عقله هيقف عقله هيروح خلاص هنعتبره كأنه مجنون في الحالة دي فعشان كده يعتبر فقد السيطرة على نفسه عشان كده مش هنسميه قتل عمد مشدد ولا قتل عمد من الأساس هنسميه قتل عمد ايه مخفف طيب شروط التخفيف ما برضو أنت بتقتل مش تيجي تقول ده أنا قتلتها وكانت كذا كذا أو بتعمل المصيبة اللي احنا عارفين هدي لا ده في شروط للتخفيف والقانون مشددة جدا رقم واحد صفة الجاني لا يستفيد من التخفيف العقوبة إلا الزوج يعني للأب ولا الابن ولا الأخ للأب والأب والأخ فقط الذي يستفيد من التخفيف في جريمة القتل العمد المخفف هو الزوج يعني لابد من توفر صفة الزوج الحالة التانية مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنة يعني مفاجأة يعني هو تفاجأة وهي تفاجأت بس الأساس هو اللي تفاجأ يعني ما يكونش عارف إن هي صمعتها سيئة ما يكونش عارف إن حد قاله إيه الحق ده زوجتك بتعمل وتسوي لا هنا في وقت هنا عرف هنا في وقت ما بين إن حد قاله وإن هو راح مسكها الوقت ده كفيل إن هو يعرف يفكر لكن العبرة في التخفيف أشعر أبدا أتكلم في جريمة أكل العبرة في التخفيف هو المفاجأة الوضع نفسه يعني شاف بعينه في لحظة واحدة ما يجري ما حد يعرف أو حد يقوله هو عرف إن صمعت زوجته فل يعني المهم التلبس لا يكفي أن يخبره الغير بذلك إيبه ده مسموش تلبس يعني أنا دلوقتي لو رحت الواحد وقلت له إلحق ده زوجتك بتزني ورح قتلها لا ده قتل عمد مشهد حتى لو كانت بتزني البعيدة لا قتل عمد مشهد لأننا اللي أخبرته التلبس المقصود به المفاجأة المفاجأة بقى أن يكون الزوج قد تفوج بفعل زوجاتي وذلك كونه كان واثقا من إخلاص زوجاتي العفيفة الشريفة اللي بتقومش مع المصلية بيفتح كده الباب روح بدري فلاقى الوضع ده قدامه اتجني بيدور لا المسدس قدام عينه ولا السكين راح ضربه هو وهي هو ده هو ده غير كده لا يبقى مشدد يبقى قتل عمد عادي خالص مش مشدد قتل عمد عادي خالص يبقى هم الشرطين دولة عندي أساسين التلبس والمفاجأة طيب عقوبة القتل المقترن بعذر مخفف الحبس سواء قتل الزوجة أو الزوجة أو عاشقها وسواء كانت الجريمة قتلا أو جرحا أو ضربا أفضل إلى موت أو عاها مستدين دي كده بنسميها القتل العمد المخفف هنخش بقى على جرائم الاعتداء على الأموال نفرق ما بين الاعتداء على المال العام اللي هو الرشوة والاختلاص والاستلاء والجدر والتربح وجرام الأموال هنا بنتكلم عن الأموال الخاصة الأموال الخاصة يعني مالي ومالك والكلام ده كله وهنا ما بنتكلمش عن أي صفة خالص لا يشترط صفة موظف عام لا هي أموال خاصة بعيدة تماما عن المعاملات تبع الحكومة وما إلى ذلك أول جريمة عندي اللي هي الأكثر انتشارا هي جريمة الصرقة تعريف الصرقة كل من اختلس منقولا قدوا بالكم من كلمة منقول قبل كده قلتلكوا أن المال نوعين مال عقاري ومال منقول المال العقاري اللي هو المال السابت اللي ما بيتحركش أرض بناء البناء ده قد يكون عمارة أو شقة أو فيلا ده اسمه عقار سابت لا تقع عليه جريمة الصرقة ممكن تقع عليه جريمة أخر لكن عشان الصرقة لازم يكون مال منقول يعني مال منقول مال ينفع عنه من مكان لمكان يعني موبايل لابتوب ساعة عربية فلوس ده اسمه مال منقول المهم كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو صارق وجريمة الصارقة بتقوم على سلاسة أركان الركن المادي اللي هو فعل الاختلاص فعل الاختلاص يعني ايه فعل الاختلاص هو الاستلاء على الحيازة القانونية للشيء بصي بالك دون رضاء المالك أو الحائز ويتحقق الاختلاص بعنصرين هناخد التعريف ده ونقسمه العنصرين العنصر الأولاني الاستلاء على الحيازة يعني الحاجة كانت معك انت وانا خدته دون رضاءك ده العنصر التاني يبقى مثلا الموبايل بتاعك انا خدته الفلوس بتاعتك انا خدته يعني نقلته من حيازتك لحيازتي حياست يعني تحت تصرف العنصر التاني عشان نقوله ان دي سرق عدم رضاء المجن عليه يعني خدتها منك بدون رضاك وانت دوء وانت ما تعرفش او انت مش راضي يعني مثلا خدتها منك بالاكراه او خدتها منك بالتغفيل وانت مش واخد بالك ايه دي السرق الاستلاء على الحياة دي العنصر الاولاني نمرت اتنين عدم رضاء المجن عليه لكن لو انا اديتك حاجة تشيلها معاك وما رجعتها ليش دي من السرق دي اسمها اخيانة امانة وانتكلم عنها كمان شوية المال موضوع السرقة طبعا احنا مش نشرح السرقة كلها سرقة كبيرة جدا جدا وليها انواع كتير برضو المال موضوع السرقة بيشترط فيه ان يكون مالا وكلمة مال كلمة واسعة قوي قوي وقالنا ان المال او كل ما يمكن ان احنا نقيمه بالنقود بس لازم يكون مال ايه منقول ان يكون مال منقول في حاجة اسمها العقار بالاتصال والعقار بالتخصيص تقع عليهم جريمة السرقة تقع يا مصر ما انت من شوية قلت ان السرقة لا تقع العقار اه بس مش على اطلق العقار بالاتصال زي الشباك زي الباب همها عقار بالاتصال يعني هو متصل بعقار هو منقول في الاصل ولكنه متصل بعقار فاذا حد احد الاشخاص سرق الشباك ومشي تعتبر جريمة سرقة ان اسمه عقار بالاتصال عقار بالتخصيص بيبقى برضو منقول ولكن مخصص لخدمة عقار مش متصل بقى مخصص لخدمة عقار والمثال على كده زي ماكينة الراي اللي هي مخصصة لراي الأرض الزراعية الماكينة منقول ولكن مخصصة لخدمة عقار طيب لو حد جيبه ليه كده شاله هبه وحطهه على حاجة ومشي بيه سرق يبقى إذن السرقة في الأساس تقع على مال منقول وتقع على عقار بالاتصال وتقع على عقار بالتخصيص وديت مثال على ده ومثال على ده ولكنها لا تقع على العقار فقط لما نقول أن السرقة تقع على عقار لك لا غلط لا تقع العقار تقع فقط على المنقول او عقار بالاتصال او عقار بالتخصيص الشرط الثالث في المال ان يكون المال مملوك للغير يعني ايه مملوك للغير ما يكونش ملكي على سبيل المثال انا قاعد في قاعدة كل واحد حاطيت الموبايل بتاعي قدامه وانا حاطيت موبايل يوناسي انا ناسي فشفت الموبايل فافتكرته بتاع احد الاشخاص فقلت ده حلو ايه ورحت واخده وحطته في جيبي ومشيت هل دي تعتبر سرقة لا بالرغم ان النية متوافرة انه اسرق بس في الاخر تلع الموبايل بتاعي فزيلا تعتبر سرقة لان القانون اشترط ثلاث شروط في هذا المال ان اولا ان يكون مال اتنين ان يكون منقول ثلاثة ان يكون مملوك للغير طيب قبل ما اخش على ظروف تؤدي لتغليز العقوبة طيب هل السرقة تقع على المال المتروك او المهمل يعني في بعض الاحيان مثلا الناس بتوضب شوائها او بتوضب العفش بتاعها بترمي القديم ترمي في اي مكان كده خلاص ميش محتاجها فده اسمه مال مطروك او مهمل هل هنا احد الاشخاص لو راح خادوا حتى لو بنيت السرق حتى لو بنيت السرق خادوا من المكان المترك او اللي احنا رميناه في ده دي تعتبر سرقة لا لان صاحبه نفسه اتركه اهمله مش هتفرق بقى معاسي من الناس ياخده او صاد طيب في ظروف بقى المفروض ان السرقة جنحة وعقوبتها لحبس بمدة الهاتف تجاوز عمين سرقة جنحة وعقوبتها لحبس بمدة الهاتف تجاوز عمين طب هل ممكن في ظروف تؤدي لتغلز العقوبة اه في سبع حالات القانون تشدد فيها العقوبة خلى ان العقوبة هنا لا تقل عن ستة اشهر ومتزدش عن سبع سنوات يبه هنا عملها حد ادنى وحد اقصى حد الادنى ما قلش عن ستة شهر والحد الاخصى مزدش عن سبع سنوات ايه السبع حالات دول واحد السرقة التي ترتكب في احدى وسائل النقل يعني واحد تلعب في الاوتوبيس كده وقلب الناس اتنين السرقة التي ترتكب في مكان مسكون او معدل السكن شقة مسكونة او مجهزة للسكن تلاتة السرقة التي تقع ولو من شخص واحد معه ايبه سلاحا ظاهرا او مخبئا يعني كمعة سلاح السلاح ده بيسهل العملية هنا انشدد العقوبة ممكن توصل لسبع سنوات اربعة السرقة التي تحصل في مكان مصور بحائط او سياج من شجر سياج يعني صور من شجر او حطب هنا برضو لو انت تعديت هذا السياج او هذا الصور يعني كمان تعديت على ملكية ودخلت سرقت لا انشدد العقوبة خمسة السرقة التي تحصل بكسر الاختام انت هنا مسرقت بس لا انت كمان كسرت الاختام اللي الدولة عامله على مكان معين الموضوع بمقتدأ امر من الجهة الحكومية ستة السرقات التي تحصل ليلا طبعا في الليل بيبقى الموضوع صعب على المجن عليه بيخاف فبالتالي السرقة بتبقى اسهل شوية او ممكن يكون نايم مرايح فنومة خالص فتبقى السرقة اسهل شوية سبعة السرقات التي تحصل من شخصين يعني اتنين سببتوا واحد طبعا السرقة تبقى اسهل اقول تاني اقول كتير كل ما كانت الجريمة اسهل كل ما كانت العقوبة اشد اتنين سببتوا واحد تبقى العملية سهلة بالنسبة له من هما يسرقوه عشان كده قلنا ديرت بنشدد العقوبة بس ايه مع بقاء السرقة جنح يعني مش هنغير من الوصف في حاجة اسمها الوصف اللي يعني الجريمة وصفها ايه جناية ولا جنح على المخالفة هتفضل زي ما هي جنح يبقى في الحالة ديت يا جماعة هنشدد العقوبة وجريمة السرقة هتبقى زي ما هي جنح لكن ده معنى ايه معناه ان في حالات جريمة السرقة هتتحول من جنح الجناية وهم اربع حالات عشان ما نلقبتش اللي يعني السبع حالات دولت اللي هم هتبقى فيهم جنح مع تغلز العقوبة الحالات بقى اللي هنقولها دلوقتي ديت هنشدد العقوبة وهنغير الوصف من جنح الجناية نسميها السرقة المقترنة بظروف تغير من وصفها من جنح الى جناية طبعا تفرق في العقوبة جد من الحاب ستروح لسجن وممكن يوصل الى مؤبد كم حالة اربع حالات واحد جناية السرقة بالاكرام يعني طلعت مطوى لو مسدس حطيتها في جنب واحد كده تفضل خد اللي معايا اتنين جناية السرقة في الطرق العمومية وفي وسائل النقل اللي هم كانوا زمان يحطوا شجرة كده في نص الطريق ويوقفوا العربيات ولا اي حد معادي اللي هم بيسموهم قطع طرق زمان يعني تلاتة جناية السطو السطو دي ديها شلوط كتير برضو هنتكلم عنها بعدين لنهاية تكون بالليل ويكون مع سلاحي يكون متعدد وما الى ذلك اربع جناية السرقة ليلا من شخصين في اكثر مع حمل سلاح يعني انت بتسرق وبالليل واتنين ومعك سلاح لانت كده عم معك كل الشلوط التجديد عشان كده هنخليها جناية اخر جريمة عندي النار ده هتكلم عنها جريمة النصب ان الفرق بين السرقة والنصب ان السرقة انا باخد المال بدون رضاق احنا شوفنا لابد من شرطين واحد الحصول على الحيازة القانونية للشيء ان انا بنقلها من اتنين بدون رضاق في النصب بقى لا ده مزاجك يعني انت بتديني الاموالك بمزاجك بس انا اديت هاني ليه عشان انا استعملت طريقة من طريق النصب اللي القانون حديده ما القانون حديد طرق النصب عشان من العملية ما تبقاش سايبة كده لا قانون حديد طرق النصب وهي دي الطرق اللي انت اذا استعملتها للتحصل على الاموال من الاشخاص هيتعتبر النصب اهو بقى النصب واستعمال الجاني لو النصاب الجاني وسيلة من وسائل التدليس التي حددها القانون لحمل يعني جعل المجن عليه على تسليمه مالا مملوكا لا او لغريا هدي امثلة مش هدي عناصر زي مثلا اجا اقولك ان انا عندي مصنع كبير لو تحب تستثمر معا انا اصلا ما عنديش مصنع اجا اقولك ان انا مابني مستشفى لو حب تتبرع وانا مابنيش مستشفى لو اجا اقولك ان انا ممكن اجيب لك الفلوس اللي عنده فلان بس اخد بس تديني حاجة عشان اجيبها لك وانا اصلا مش اجيبها لك كل دي وسيلة من الوسائل او من الطرق اللي القانون حددها فانت طبعا هنا ضعيف في عيني تقولي تفضل خد الفلوس هي عشان ازا كنت هتبني مستشفى او ازا كنت هتستسبر او ازا كنت هتجيب لحقي او ما الى ذلك يعني انا مش بقولك هات لا ده انا اللي بأرض عليك انا اللي بأرض عليك وانت عشان بتصق فيها روح تمديني الفلوس برضاك برضاك هنا مش بدون رضاك وبكده ان شاء الله انكم وصلنا لناية الحلقة بتاعتنا النهاردة وان شاء الله الى امل في لقاء جديد حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته